اوه تاسا قوي احلى كوبية اهوى من ايدي اوه اوه شكله اقع بيها استعملتها في جدان فيش احلى حاجة من ان الواحد يرجع ويقعد في بيته اما شوف البنات خلاشه تنظيفه ولا لسه هيا بنات الاخبار معاكو تمام يا اماما كويس احنا عدم مننظفه ايو اماما تمام احنا باننظف السجدة اذا الوقت ايو ايو اكد عايزش بناتي كده وي بتساعدمي عشان خلص كده ونروي البيت كله قبل العيد انا متحمسة جدا على العيد وانا كمان بس اماما احنا احنا مجبناش يدوم عيد المرادي ومين ادوكو نمش هتجيبو اصلي اماما ما نزلناش وخلاص العيد ما عادش فيه غير فضل يومين ثلاثة واحنا نسه مجبناش يدوم العيد لا احبيتها فجائكو جبتلكو هدوم العيد ايو بجد الفجاء الجميلة دي طب يا اماما ورينا الهدوم دلوقتي هوا لسه هدوم العيد ما وصلتش هي هتيجي النهار ده مصل على الاخر النهار كده عبال مثلا لما مراد يرجع من التمرين تمام يا اماما كويس انا بكاد متحمسة قوي عشان اشوف الهدوم اللي اخترتها لي وانا كمان يا اماما اتحمسة اكتر اه تمام يا حبايبي الماما بس عايزة تساعديني شوية في التنظيف النهار ده عشان نخلص كده قبل العيد ونكون مرتحين حاضر يا اماما احنا هوا عدب من نظفه ايوه يا اماما اهلا اهلا يا شباب اهلا ايه ده وما لهو فين الكابتن اللي كان بيديني اهه الكابتن للأسف النهار ده تعبان فمش هيقدر ييجي فابدل ما كنت ترجاه على الفوضي فقلت انا اللي هاجم كان وادربكو ايوه كنا ايوه بقى مرد في ايوه حاضر حاضر انا اهذي اهه شفيق زفير شفيق زفير طيب يعني معنى كده اجيب الكرة بتاعتى وابدأ تمارين يعنى لا لا النهار ده هنعمل حاجة مختلفة خلينا النهار ده نعمل شوية الاخبادية ايه?, ليه اخبادنية هيده عبر عن ايبا قصد يعني الآن نهاردة خليكم تعملوا تمارين ومش هتستخدمه النهاردة الكرة انا خليكم تمارين وكده علشان يبقى عندوك اللياقة بدانية علشان تقدروا تستخدموا الكرة أكثر لياقة بدانية طيب أوكي ماشي طمان كويس لنتم مستعدين جبتلكم ده عايزة جبتقفو علين تولي اتنين كده وتعملوا التمارين اللي أنا هقلكو عليها أستر يا رب هاي شكل التمارين دي يلا يا عام خلاص خلينا نقف هنا ماشي شكل زي ما كون برقص بلاي انت نكتب جد ماشي فهمتوا اللي انا قلتوا لكم ايوه تمام ماشي يلا بقى بدأوا شكلوا يوم متعب من اوله تمام كويس اوي شاطرين كمانوا على نفس النمط ده خلصني جدا الحمد لله نعمل ايبقى دلوقتي انا تاري امش عارفة خلاني نشوف ماما بتعمل اي ممكن نسعادة في المطبخ تمام ماشي صحيح نايا ملحصيش حاجة ايه هو فين كنان وابا راحوا فين اه تسدقي ايه ما شفتمش النهاردة حاجة غريبة خلينا اسأل ماما طيب يلا ماما 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 ايه يا بنت اهدو في ايه هو فين كنان وبابا احنا مشوف نهومش النهاردة خالص اه ما قلتوا لكوش بابا وكنان راح عشان يجبوا خروف العيد ايه طب جدوا انا متحباس بجدوا عشان نشوف خروف العيد وانا جامل بجد الله اه طب هما يجو امتى يا ماما اه مش عارفة بقى خلالنا نصبر عما يجو تمام بجد انا متحمسة اوي هما يحطوه فين ايحطوه هنا في الجونينا بتاعتنا تمام كويس اوي طب خلينا نزبط كده الجونينا نخليها حلوة قبل ما الخروف يجي انا زبطتها اصلا من بدري اوو دي الشكل في حاجات كترة حصلت احنا مش عارفين يوو ماما فضت الحديقة وخلص وشلت كل حاجة موجودة فيها كويس اوي نومتحمسة جدنا عشان نشوفَ الخروف ولكن انتاري هنطلع نلعب شوية لغاية مبابا يركع ماجي تمام يلا اتفقنا هنخلص امتح ما نشأدين لسه شوية كمروا على نفس النمط يو بقى هو اليوم ده اوه تعمنا قوي رجلي خليني حط شوية الحلويات دي في الصالة تم حشان لو طيوف جايين كده ولا حاجة يبقى يأكلوا من الحلويات دي يو بتعمها حلو قوي تم خليني حطها ماشي خليني شل ده ويه حط ده تمام كده الشكلها حلو قوي خليني حرق التربيزة شوية ويه بس كده بابا هنجيب الخروف ايوه خلاص وصلنا يه كنان يلا يي تعال ورين ماشي ارهيكي كنان شايف كمية الخروفان اللي موجودة هنا واو واو هيا دي يا بابا يهي بكده حلو قوي يهي احنا نجيب واحدة صحي يا بابا بس ده لي واحدة كبيرة قد كده ماشي منعني يا كنان حاضر اجيب لك واحدة كبيرة قد كده تمام عجبيتك يعني ايوه يا بابا حلو قوي ايه ده هيا كثير قوي كده ليه بابا هتعطي من قدامي ماتي لهاش عادي مش بدي اعمل حاجة طيب يعني هي طيبة ايوه طيبة سلام عليكم وعليك ام السلام تفضلوا تفضلوا اهلا بحضرتك تعايد بس اشتري خروف كده يعني يكون حاجة متوسط كده ماشي تمام اختار اللي انت عايش تمام حابب تختار ايه يا كنان يا بابا خلاص انا غيرت رأي خليني ناخد الصغيرة دي اللي هناك دي ايوه تمام خلاص انا اخد الخروف الصغيرة دي تمام ماشي مفيش مشكلة تفضلوا تقدروا تاخدوا الخروف وكل السنة وانتم طيبين وحضرتك طيب ايه خلاص كده الاكلة جاهزت شكل الاردر جه حتى بيخبت خليني نروح افتح بسرعة ايه احط الأكلة فين دلوقتي مش غليني احطها في المايكرويف حاضر اوه الاردر وصل تمام كويس قوي خلينا اخد بقى السنة دي وهدخل دلوقتي اكيد البنات هيفرعوا ماما مامي ليه كما يخبط اه ايه ده انت انزلتوا كده على طول طبعا الهدوم بتاعتك وصلت ياي طب يلا يمو خلانا افتحها ايوي ماما يلا طيب خلص كده يا شباب خلصنا اه 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 اخيرا يلا يمراد اه اه انا تعم تقوي النهاردة دعم كده انقصت جدا من ادأكو تقدر خلاص تروح يسا خيرا اه اه انا بعد تجد ما عطش قدر النهاردة عملت زماني جديرة جدا اه خلانا نشاف وشي بانا ما تشافه اه اه ايه يلا يعني نروح ماشي يلا انت بتروح معيني يا مراد اه انا بمشي على طول الشرع كده مماشي كويس يعني على طريق تبعا ممتاز قوي خلينا نروح يلا تمام مع السلامة مع الف السلامة يا حبيبي خلي خلي باركم من نفسكم ماشي ماشي خلوني بقى دلوقته ه shaky وشي بقى مؤتمر أطلق كده ان هذا السندوق الثاني ايوه ده بتاعيك والسندوق الأخير هذا بتاع مراد هاستنى بقى عما يجي وهورير له بقى الهدوم بتاع تولي ايه يلا باقي باسخخة عايزكو بس تجربوه لباسه عشان ان شوفك كده مناسب ولا واسع ولا ضيق ولا اف الضبط فعايزكو بقى تجربوه وتنزلوا تقيني تمام ماشي يا ماما اوكي ده الشوز وده الشنطة واوف خذو الشنطة قوي خذوك لتقرب شنطة جدا شكل صال غريب جدا ولافتو tax طيب!! Cab send you aім خلانا نقص حلق بشكلarda دخامنا نقص با Huroth ReEP ماما BAI building خذو الشنطة واوف المعلوم اي امام حلو جيد بس فائ baixo ما ا张تل اجيبoughtه ي hepat عادي ا sincer احنا احب اللوان الاسود وكمان يا مومان حبيتي الشنطة جدا وكبيرة كده قدر احط فيها كل حاجة اللي انا عايزها تمام فرحت جدا لللبسة عجبكو بس انا الصراحة ما اخدتش بالي خاص من اللون الاسود يلا بقم معالينا قاعد يا مام احنا بنحب اللون الاسود اصلا تمام خلاص وصلنا البيت يلا تعال يا خروف هنا الله شكل حلو عويب جد المنادي بقى بسمة والبنات علشان يجوا يشوف الخروف ماشي هاي خليني هنا قلع مع ماشي يا بابا ماشي خليك هناك نان تمام السلام عليكم وعليكم السلام اهلنا عدل نورت هاي بابا جيت جبت الخروف صح ولا ايه ايوا بابا احنا عم نستعدين نشوفه ايوا خلاص جبته تقدرات شوفه دلوقتي موجود في الجنانة بتاعتنا يس يلا خليني نشوفه يلا يا بنات يلا هاي رأيكم بقى عجبكو الخروف ولا لأ ايوا يا عبدالله انا بقدمه بسوطة اللي احنا قدرنا نجيب خروف في العدة اللو بجد كيوت قوي يوو حلو بجد هاي نعود نلعب بقى معه شوية اه ماشي براحة تكون احنا بقى هنسيب الخروف هنا لغاية بقى ما ييجي اول يوم عيده ونتباحه ونوزع بقى اللحمة على الناس اكيد طبعا ماما انا طلع غير هدومي وانا كمان طيب يلا يا نايا يلا ماما ماما انا جيت اهلا يا مراد نورت مستنيك بجد من الصبح ايه ماما المفاجأة اللي انتو عاملينها دي بجد الخروف تحفف جدا ايوا كنان وباباك راحوا النهاردة عشان يجيبوا الخروف ده وان شاء الله ما هنتباحه اول يوم عيد بجد يا ماما انا اول ما دخلت اتفاجئتي جدا وبيعمل كده ماما اهلا مبسط بجد النوع عجبك ايوا يا ماما كمان كنان مبسط جدا انا قاعد بيلعب معي خلينا حط الشنطة هنا بجد تعبت قوي شفت بقى يا ماما النهاردة اللي حصل اللي حصل يمرد في ايه الكابتن ما جاش وجدت واحدة ما كانها وهي اللي فضلت تتربنا وبجد تعبنا قوي يا ماما وما عملتنا ازاي ايه يعني وخلتنا نحمل تمارين واليغة بدنية وبجدت أول نهاردة يا ماما وانا بجدجعني يا ماما عايز اتغدى حضر حضر حضرتلك لغدا بتلقاشه مايشي كويس بس ايد يا ماما الصندوق ده اوو تعال اقعد هنا عشان اوريك ليه ولا ايه ايوه طبعا ليك ايوه انا متحمس بجد خلينا افتحه افتحه يا ماما ايوه ايو ايو افتحه اتظن ان فيه هدوم العيد ولا ايه ايوه تخمين انت طلع الصحة فيه هدوم العيد أتمنى بالهدوم تعجبك أكيد يا ماما هل يعجبني طالما زوقك خلينا نشوف الله الله شكري الكوتش حلو أيها ماما شكرا بجد خلينا نشوف اللي موجود الثاني أوكي ده اللبس واو حلو قوي وكمان لهيق مع الكوتش أوكي الله يا ماما جبت لي سمعت أخيرا وانه حلو كمان وآخر حاجة الشراب ماشي خلينا نلبس الطائم يا ماما ترى رأيك يا ماما تحفظ جد عليك يا مراد ولايق جدا عليك أيه وفحني يا ماما عجبني جدا ايه رأيك يا خروف ماء شكلك مخنوق هنا صح خلينا نفتح لك الباب تقدر يا خروف تطلع له لو مش عايش تتعود هنا وانا هطلع لعم معاك ماشي ماء استناني يا خروف رايح فين ماء 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 إذا هو الخروف ترعي كري اشتركوا في القناة